نبي نوسى شعري رضي الله عشر من المتضلطة في بيتي كما خرجها قلت لأذى زمانه رسول الله اسمه الله عليه وسلم لا ولا يخبرنا عن يومي ماذا قالت جلال نسجد وسأل عن يبي صلى الله عليه وسلم فقالوا خرجها ورجعها فاهم لا فخرجت عائثي اسأل عنه حتى دخل بالقريس فجلست عند الباب مغبابها من جريد حتى فضى رسول الله عليه وسلم حاجته فتوضى فقمت إليه فإذا هو الجالس على ذلك الكريس وتوسط القفاء وكشف عن ساقيه ودلهه ما في البيه فسألت عليه ثم صعفت جلست عند الباب مغباب لا أكون النبوات رسول الله عليه وسلم اليوم فجاء أبو بكر فذل على الباب فأقولت من هذا فقال أبو بكر فكنت على اسمه ثم ذات فأنت يا رسول الله هذا أبو بكر ليستهده فقال أذى الضم ومشه ربي جنة فأقبلت حتى قد يبي بكر ادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشه كبير جنة فدخل أبو بكر فجلس عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف وتذل الجديد يريد كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجعه جلس عنه فأترقت وقف يتوضع وينحقني فقلت يريد الله بكل المخالي وريد أخاه مجلت فيه فإذا انسان محرق الباب فقلت من هذا فقال عمره من خطى فقلت ما على اسمه ثم جفت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فقلت ما على عمره من خطى جفت لي فقال أذى الضم وذشه ربي الجنة وجدت وقلت أدخل ويبشرك رسول الله 9 مع transmis فقلت يريد الله بقوله نب وأضيه صين على عمره من خطى جفت ليقعد فالسلام أدي كل باب فقلت من هذا فقال متد منه عمرهו� وقلت على اسم ويبشه ربي الجديد يريد كما على عمره من خطى جفت الله ويقعده فقال محرق بكل المترقيم ترجمة نانسي قنقر